مرحبا 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 في القناة نبدأ الرسالة بالـ Dear ونكملها بالـ Yours القصة دائما نبدأها بـ Once upon a time The theme of the unit هو famous people عندكم الـ Adjective famous هو مشهور جاي من الكلمة fame اللي هي الشهرة وعبائنا على راح نقرأ الـ famous people بش نعرفوا حكاياتهم The stories تاحهم أول درس بدنا به الوحدة تانا هو listening and speaking شفنا حكاية And by the way حكاية سيندي باد البحار رايكينا في القناة لتعلم اللغة الإنجليزية وتعلم يعني المفردات ومنهجية تصريف الأفعال إلى آخره الناس المهتمة بتعلم اللغة وروحوا ذو كتلقوها في سلسلة قصص ما قبل النوم ولا Bad time stories قلنا في حكاية سيندي باد عرفنا The parts of the story ولا أجزاء الحكاية اللي هما The settings The climax and the ending كيما شفناهم بكريب الفرنسي في السوء La situation initial وشفنا للـ Evenement The settings هما الظروف اللي هما الزمكان اللي هما الزمان والمكان يعني يكتش صرات الحكاية إلى آخره ومن بعد نروحوا لتفاصيل الحكاية حتى نصل الـ Climax The climax هو عنصر الفجأة ولو اكتش طلعت القصة لأقصى درجة اللي قادر يكون معروف عنها أيضا إنها المشكلة حتى تتحل المشكلة هذه ونصل الـ The ending ولا نهاية القصة يعني هنا في حكاية السينديبات عرفنا كيف نسمعه ونجاوبه على حكاية عندكم الكلمة tale هي نفسها story يعني لو كنجيك في فرض ولا امتيحان الكلمة tale ويقول كعطيني سينوني متاحة تكتب له story وكما نقول حكاية كما نقول story معناها نحكيه في أحداث ماضية أحداث مضط يعني الحكاية لا تستطيع أن تنبأ فيها على أحداث وهذه لا تقول حكاية تلعفة أخرى يعني الزمن الغالب في الحكاية ديما سيكون الماضي ديما سنحكيه على past tense يعني احتفل امتحانة الفروض هذا هو وش راح نمتحنكم عليه As we listened يعني حكاية السينديبات تكملناها ورحنا شفنا The verbs ending with ed شفنا الفعال في زمن الماضي اللي هي رتيبة لأن الأفعال لدينا قسمين في زمن الماضي الأفعال تعنا قسم نزيد له ed وهو الأفعال الرتيبة وأفعال وحدة أخرى يتبدلوا ما يبقى نفس الأفعال عندكم كما الفعل to write في زمن الماضي يرجع wrote الناس اللي كابل سقسيني تقول لي أستاذ كيف عندهم حل هذه الأفعال غير رتيبة كيف نعرفهم كيف نشفاه عليهم ما عندهم شحل هذا مع الممارسة ومع الاحتكاك مع اللغة تعود تشفى عليهم أنا عليها تستلسلات على The bad time stories كما تعرف على الأفعال كل ما نشفى عليهم كل ما نجاوب مليح كل ما حتى أنت تستعملهم بعد ويطلع مستواك إن شاء الله أخر عنصر ما نشفى في الليسن هو Book Review أو مراجعة الكتاب يعني كتاب كيف يدوه لنا قادر يكفي في قراءة يقولك أعطيني Book Review مراجعة الكتاب أو مراجعة قصة كيف تكون لستخيك تشغل التركيبة بإمكاني في دعونا نكتبه اسم الكاتب مننا على الكتاب اسم الكتاب التاعو نمارو تسيري إذا رأوا عندكم وتكتبوا Review by مراجعة من قبل وتكتب اسمك وتبدأ تحكي تقول I have read the book لقد قرأت الكتاب وتسميه وبعد ذلك تقول I liked it أعجبني أو لم أعجبني هنا نتحدث عن الشخصيات ويشعجبك بعد في الحكاية وبعد ذلك هناك عنصر مهم يجب أن تذكره هو recommendation الاختراح الكتاب هذا يقرأه الناس هذه هي I recommend the book to be read أم لا I do not recommend it هذه هي هذه لازم تكون في Book Review ومن بعد ذلك نرى العنصر المهالي في الوحدة التاعنا اللي هو Reading and Writing نص القراءة اللي شفناه تاعو كونكو متاع الكاتب هذك النيجيري إذا تشفوا عليه وفي هذا النص القراءة شفنا عنصر يعني هام جدا لازم يكون في الكتابات اللي هو Blurb اللي هي عبارة عن ملخص يكون في ظاهر الكتاب اللي هو The Book Cover الكتاب من Laura الكتاب دي ما يحطوه كملخص صغير قلنا الهدف التاعه هو باش يكومورسياليزيوه باش يتباعلو الكتاب هذك متاك يتروح تشري كتاب ماهوش لازم تقرأه الكتاب كل تقرأ غير اللورب هذك اللي Laura اسكو تشريه ولا ما تشريهش اسم العنصر هذا تعال بلرب نعيطوله بلرب اللي هو كشول للسامري لازم تكون تعرفه وتكون تعرف كيفش تحدده هذه هي العنصر الموالي اللي شفنا في نص القراءة أوكونكو هو Description of people عرفنا كيفش نصفه للناس Description هو اسم معناه الوصف الفعله منه هو To describe To describe معناها يصفه قلنا كينوصف الناس كينوصف الناس ليس اي ناس ناس اللي كينين في الحكاية اللي نعيطولهم characters الشخصيات اللي قادرة تكون رئيسية ثانوية الى اخره هذك ال characters يقولك اصفهم لي يعطيك جدول ويقولك عمره قادر توصفهم من ناحية physical features اللي هم الخصائص الجسمانية ولا the moral features اللي هم الخصائص يعني التعدى واخل وشكاين في العبد هذاك عاقل قباح الى اخره وهذا كامل يحددون ال identity ولا الهوية تعال بنادم هذك بعد هذا دخلنا لل sequence اللي بعدها اللي هي developing skills وشفنا حكاية Alice in Wonderland Alice in Wonderland اللي هي Alice في بلاد العجائب هنا نديروا differentiation لازم تكونوا تعرفوها نديروا تفريق عندكم wonder الكلمة wonder معناها يتسائل بال-o وكي تكون مكتوبة بال-o معناها يتجول لازم تكونوا تفرقوا بينهم هذي معناها to walk to walk is to wonder معناها to question معناها يتسائل يتعجب الى اخره Alice in Wonderland معناها Alice في بلاد العجائب العنصر اللي اللي شفنا في هذا الدرس هو The different point of views اللي هما الاراء المختلفة وش نقصده بهم؟ يعطيك الاستاذك مقتطف من حكاية يكون فيها يعني الفاعل تاكباين مثلا Alice ويقولك اكتب لي الحكاية من قبل I حتى كل وين تلقى Alice تردها I وتبدأ تتصرف الأفعال هذه هي بركة هنا يجب أن نعرف حاجة على الكاتب الكاتب الحكاية ساعات يكون حاضر في النصف وساعات يكون مهوش حاضر يكون unknown the narrator هاذك الراوي هاذك اللي في الحكاية ساعات يكون هو اللي يحكي يكتب I me my واروح معها هذه كشغول بالفرنسي نعطلها subjectivity الذاتية تعال الكاتب وساعات يكون unknown objective يكون كشغول محايد وهنا ينعطلها the third person pronounce يستعمل الضمائر الغائبة تعالهي والشي والإت كشغول يحكي على فام العباد ما هو شو اللي قاعد يحكي بعدها رحنا stop and consider شفنا فيه قابعد اللغة أول قاعدة شفناها هي the past continuous تصريف زمن الماضي المستمر قلنا هنا باش نفهموا past continuous لازم ديروا تفريق لازم نكونوا نفرقوا ما بين الأحداث الأحداث حتى كتكون in the present في زمن الحاضر عندنا أحداث لحظية تصرى ثمثم وأحداث مستمرات تتواصل ما هو ش هذك الحدث لي صراهم بعد ينتهي في زمن الماضي كنكونوا نحكيوا على حكاية أو صراهم قصائص صراهم لقطات تطلبوا وقتا لباش ينتهيوا كيف كيف؟ ساعة نديروا past simple وساعة نديروا past continuous كيكونوا أحداث لحظية instant actions احنا نديروا the past simple for example نقولوا the pan fell the pan اللي هو القلم فال معنها وقع فال رغم كونجيكي في ال past وهو فعل غير رتيب present هو to fall to fall معنها يسقط فال معنها سقط the pan fell معنها سقط القلم هذا حدث لحظي الحدث المستمر يعني في الماضي هو past continuous مثلا نقولوا they were watching tv they were watching tv they were watching tv لاحظوا هنا بلمهوش ماضي لحظي لا هذا ماضي مستمر كيفش نديروه؟ نديروه to be ونزيدوا معه الفعل هذك بعده نزيدوه ing ما نخربوش فيه بزاف نهزو الستامة ونديرو ing ونصرفوه على حساب الفاعل في الماضي قلنا the auxiliary to be i was you were they were we were he she it was هنا عندي الضامير they اسم مندير ونزيد ال ing مع الفعل هذك هذا ما كان كانوا يشاهدوا في التلفاز ما نقول شاهدوا التلفاز لان مشاهدة التلفاز تتطلب وقت ذو كان نروح نعرف الحالة تحدثين مستمرين في الماضي يصاروا دوز اكسيون ويصاروا مع بعضاهم في زمن الماضي كيفاش نجمعوهم ساعات نجمعوهم ب while وساعات نجمعوهم ب when while اللي نقصدو بها اثناء و when نقصدو بها عندما ذو كان يقولك اثناء معناها كين حادث وحادث بين بلي فزوج مستمرين فلان كان يدير فيه لقطة اثناء انا كنت ندير فيه لقطة وان تكون صراح حادث يكون مستمر ويقطع حادث يجي عليه فجأة عندما نشوفو امثلة while it was raining last night i was enjoying my music while معناها اثناء it was raining هاي هنا عندنا it كونجيينة to be معها i was you were he she it was بسكتو بمع it rain عندكم الفعل to rain raining معناها الاكسيون المطر it was raining i was enjoying my music عندنا الفعل to enjoy i was كنت استمتع بموسيقاي ما عندي دوز اكسيون طوال ما همش لحظيات في زوج في زوج يتطلبون وقت جمعناهم while بادة الربط اثناء ذو كان رحوا للحالة التح حدثين واحد مستمر ومبعد يقطعوا واحد لحظة يجيه فجأة هكا هو عنصر الفجأة وقدرنا عليه قلنا هذا يبان خاصة في عنصر تطوروا الاحداث وجيه لقطة هكا فجأة وتدي الى المشكلة مثلا نشوفوا المثال هنا عنا لكسيون تعرقات وحتي يكون راقد موش لحظي يتطلب وقت Peter was sleeping when the phone rang when the phone rang عندنا وان هي عندما اللي هي ادت ربط عندما صنا الهاتف عندنا الفعل to ring منها يا رنو rang in the past لانه احتوى في الغير نتيب كي صنع التليفون هادي هي عندكم verb plus while plus verb فيزوجي يكونوا في ال past continuous الصح الverb البرب دوزيام يكون ديما في ال past simple هادي اشفاوا عليها الفعل ليجي جوست بعدوان نراوا ديما في ال past simple هادي هي مبعد شفنا الدرس اللي بعده تاب الضمائر النسبية اللي هما which who and whom ضمائر النسبية هذي نستعملوها لتفادي التكرار كي تكون عندي جملة فيها نفس الفاعل الفاعل هذك الثاني ان اروح ندزه في الجملة الاولى بش ما نظرش نعاود في نفس الفاعل ولا كي يكون عندي المفعول به هو نفسه الفاعل تالجملة الاخرى كيف كيف نستعمل الضمير بش ما نظرش نعاود فيه يكون عندي شيء تعاود في نفس الجمل نحفيه ونخليه فرد واحد نشوفوا امثلة بش نفهمه مع بعضانا عندنا الجملة شوفوا مليه شفت ناذير عندنا الفاعل معنها يرى في الباست يرجى saw معنها رأيته رأيته ناذير عندنا الفاعل لانه فعل مستمر ما هوش فعل لحظي هذا كان يهضر مع ايماد هنا يبش نحي هذا الدكرار هذا شكرا نبان كالروبو يبان روبو اللي قاعد يهضر نروح ننحي ناذير الثاني ونحط في بلاسته الضمير هو لانه الضمير هذا يعوض لي الفاعل ما يعوضش المفعول به هو دماره يعوض الفاعل يعوض الشخص كيكون فاعل اسمه ترجع الجملة التاعي رأيت ناذير الذي كان يتكلم مع ايماد نشوفوا الحالة الثانية The teacher yelled at Faiza The teacher yelled at Faiza عندنا The teacher اللي هو الاستاذ عندنا الفعل To yell معناها يصرخ والله يعيط زدنا لؤدي لانه في زمن الماضي هذا فعل نراتيب يالد معناها صرخ At Faiza على Faiza الشيخ عيط على Faiza عندنا الجملة الثانية وش هي الكلمة اللي معودة هي Faiza وفي كلتا الجملتين Faiza جاي مفعول به ماهيش فاعل مفعول به وقع عليها الفعل عندنا الفعل To kick out معناها يحاوز ولا يطرد زدنا لؤدي لانه حتى هو فعل نراتيب هي اللي تعود على The teacher He kicked her out معناها يحاوزها كي نحبا ننحي Faiza الثانية بش نتفادى التكرار نقول نستعمل الضامير whom لانه تاش شخص في حالة المفعول به نقول The teacher yelled at Faiza whom he kicked out The teacher yelled at Faiza whom he kicked out الأستاذ صرخ على Faiza التي طردها هذه يعني بكل بساطة ونشوفوا حالة الأشياء كيكون عندي شيء ماهوش بنادم ماهوش شخص كيفاش ندلوه ما ندلوه شهو ولا هوم ندلوه ديم هوا حد الكلمة اللي هي which نشوفوا الجمل Alice took her cat Alice took her cat Alice أخذت قطها لنا الفعل to take معناها يأخذ في الباست هذا ماهوش فعل نراتيب ما نزدلوه شؤدي نبدلوه يرجع took ما أكل الضمائر Alice took her cat أخذت Alice قطها The cat was meowing The cat was meowing القط كان يماورك شغل كان يعيط هنا هي الريبيتيسيون اللي عندي هي the cat مدام راهي شيء نعوضها ديمة which the cat was meowing هنا نلاحظوا بليدرتمها الباست كنتينويس سراني نحكي لكم عن الضمائر وفي نفس الوقت ما نراجع لكم في تصريف الأفعال بتاع الباست كنتينويس قلنا Alice took her cat ونكتب which was meowing ولا that was meowing لأنه ذات راهي نفسها which لا يخدمه كيف كيف Alice took her cat أخذت Alice قطها الذي كان يماوره وهنا هي الذي يصح في العربية تبان نفسها الذي تع العاقل ولكن في الإنجليزية عندنا تفريق للعاقل ولغير العاقل Alice took her cat which was that was meowing وهكا نكملنا الوحدة التانية فيما يخص الفقارات أي بين بلي الفرد و الامتحان سيكون حكاية صغيرة بين بلي ستكتبوا حكاية ما دام قلنا حكاية لازم دائما يجي في بالك once upon a time كان ياما كان في قادم الزمان ولا once ولا مرة هذه دائما لازم تكون في بالك لازم تكون تعرف ولا تفهم الحكاية تاك على الأقل كيف شرهي تبدأ وكيف شرهي علوها راهي تحكي إذا كان عندك ضعف شوية في الحكايات هني اضطيت فيديويني في القناة وديجا إذا راكم حابين نضع حكاية Alice مقتطفة حكاية Alice في بلاد العجائب قولوا لي في كومنتار وإذا كان شفتكم باللي قاعدين تتفاعلوا مع عنصر الحكاية في القناة راني نكثر لكم منهم الحاكم الواحد هو أنتوما والفقراء قادر ثاني الأستاذ يجيب لكم The Book Review قادر يقول يعطيني مراجعة النص يعطيك هكا نص لهوا حكاية ويقول كدلي عليه ريفيو قادر ثاني يجيب لك The Author Biography اللي هي كشغل قصة حياة الكاتب يعطيك هكا نقاط مثلا يجيب لك Shakespeare ويقول لك زاد في إلادات ويعطيك أعمال التعوى ويعطيك كتشتوفة هنا ثاني لازم تترك كيف تدارها Shakespeare مثلا وتبدأ وكل ما في زمن الماضي ما نقولش Shakespeare is now دائما يجي في بالك was أم لا past simple جامي تدار present غير إضارك رح تحكي على حقيقة ما زلت كائنة على الكاتب هذك بينا بلي كي نحكي على The Author Biography ديما يجي في بالك was born and died وكتاش زاد was born وكتاش died he died وتكتب لادات قادر ثاني يجيو في النص هكتعمره مع الحساب وش مدلك الشيخ قادر ثاني تجيك البلورب اللي هو الملخصة على الحكاية هذي تبلي سهلة كي يعطيك النص كل شيء يبان مع بعضها So that was it هذا هو الملخصة على أجمل وحدة في العالم اللي هي once upon a time للسنوات الأولى إذا عندكم أي استفسار إذا عندكم أي سؤال خليهولي في التعليقات Thank you so much متنسوش تبارتاجيوا مع أصحابكم باش تخدموه في الفارض وامتحانات Thank you so much and see you next time Thank you so much for watching